إزايكما دا كاترة؟ يا رب تكونوا بخير، النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول فيديو عندنا في ميديول جديد وهو ميديول ال-GL طبعا هناخد مع بعض مدة الأناتومي إن شاء الله في الميديول بتاعنا وقبل ما نبدأ كده يا دكتور محتاج أأكد على أهمية الأناتومي عندنا في ميديول ال-GL ودي يا دكتور جايلنا كده أنتومي من ريحة إيه من ريحة المسكول سكايتاكل كده وسينس اللي هو ميديولاة الأناتوم المحترمة اللي مليانا يا دكتور آناتوم من أولها الأخيرها واحنا في الجيو إيل رضا نفس الكمية كده زي كميات بتاعت إيه زي كميات بتاعت المسكول الثريتل والسي نس يعني مثلا لو انت شفت كده ميديول الكارديو وفاسكولير لأ هو كمية الأناتوم اللي فيه في الأول في آخر كانت صغيرة إنما يا دكتور الجيو إيل لا ده كمية محترمة بس بقا على عكس السي نس وعلى عكس المسكول السكليتل كان لهم برضو فترة الى حد ما مقبولة ان انت تاخد فيها الميديولات دي انما يا دكتور اللي عندنا لا الميديول عندنا مزنوق بطريقة مش هتتخيلها وهتلاقي ان احنا بناخد كده بالاربع والخمس والست حصص في الاسبوع عادي عشان بس نلحق نخلص الكمية الكبيرة اللي عندنا في الفترة بتاعة الميديول فانا عشان كده يا دكتور من الاول حابب ااكد عليك ان انت ماينفعش تركم اي فيديو لازم كل الفيديوهات تشوفها في نفس اليوم ماينفعش تأخر الفيديوهات لان زي ما بقولك الكمية كبيرة دا كترة وصدقني بكد لو ما زاكرتش اول باول هتلاقي قبل مد اتراكم عليك كمية ضخمة وقبل الفاينل نفس الموضوع ومش هتلحق تخلص فده دول كلمتين كده قبل ما نبدأ مع بعض الميديول بتاعنا طيب يا دكتور هو احنا هناخد ايه اساسا في الميديول بتاعنا والله يا ابني احنا بالاخر كده هنبدأ ناخد او بالاخر كده هناخد الجهاز الهضمي عندنا والأورجنس اللي هتخدم علي الجهاز الهضمي عندنا يعني بالاخر كده يا دكتور احنا هنبدأ ايه هنبدأ نتابع رحلة الاكل من اول يا دكتور ما يدخل عندنا الماوس او البوق لغاية يا دكتور ما يفضل ماشي عندنا جوه التيوب بتاعتنا لغاية ما يطلع من ناحية تانية واحنا ماشيين بقى هنبدأ ناخد الأورجنس المختلفة اللي هيمشي فيها وكمان الأورجنس المختلفة اللي هتبدأ تخدم علي الاكل وهو ايه ماشي معانا يبقى هو ده ايه هو ده القصة هو ده الحكاية اللي هنبدأ نحكيها مع بعض الميديول ده وطبعا بدايتنا هتبقى في أول أورجين هيقابلنا لما تيجي تاكل اللي هو مين يا دكتور اللي هو عندنا الاورالكافتي او التجويف الفمي اللي هو من الآخر الموس يعني الفم بتاعنا او البؤزام بنسميه كده نعم بحقا فاحنا عايزين النهارد يا دكتور نبدأ نتفرق كده على الاورالكافتي وبدايتنا هتبدأ بايه بحدود الاورالكافتي يعني لو جيتس قلتلك ايه هو حدود تجويف الفم اكيد يعني انت من نفسك اساسا مش محتاج تكون عارف اناتومي ولا تكون عارف حاجة هتجاوبني هتقول يا دكتور والله الفم بتاعنا بيبدأ كده من قدام بالشفايف اهو الشفايف عندنا من قدام ويا دكتور بيروح ينتهي ورا انا فاكر من سنوي كان بيفتح بيقولك ان الفم بيفتح في البلعوب فهينتهي ورا عندنا بالبلعوب طب يا دكتور طب من انت عندك من عليك جناب كده هنلاقي فيه الخدود بتاعتنا ومن فوق يا دكتور هنلاقي سقف الحل ومن تحت هنلاقي الموز هي دي الحدود بتاعت الورال كافتي يبقى لو جيسها لك كده يا ابني قالك ايه هي الباوندرز بتاعت الورال كافتي اتجويف الفم والله يا دكتور هتقول لي من بره اول حاجة هتقابلنا بره كده اللبس يا دكتور الشفايف طيب يا دكتور من ورا لما ندخل جوه بقى وندخل ونعدي جوه الورال كافتي ايه الورجان اللي هيقابلنا بعدها على طول البلعوم اللي هو يا دكتور اسمه الفارينكس طيب يا دكتور والله من فوق من فوق هنلاقي يا دكتور سقف الحلق عندنا اللي بنسميه البلد طيب يا دكتور من تحت من تحت هنلاقي اللسان بتاعنا اللي هو الطانج طيب يا دكتور من لاترال او من عالجناب بقى هنلاقي اللي هي الخدود يبقى انت عندك كده بدأنا بحاجات بسيطة خالص هي باوندريز او حدود تجويف الفم الورال كافتي والله يا ابني من قدام عندنا الشفاف من ورا عندنا الفارينكس من فوق عندنا البلد تحت عندنا الطانج من علاج جناب عندنا الاتشيكس او الحدود الدنيا لغاية دلوقتي بسيطة يبقى احنا كده عارفنا حدود مين حدود الورال كافتي عندنا او تجويف الفم طيب ما دي يا دكتور كده نبدأ كده بالفم او بالماوس بتاعنا نبدأ نديله ديفينيشن يعني مش احنا اتفقنا ان احنا هنتابع مع بعض رحلة الاكل في الانبوبة بتاعتنا اللي هي اسمها من اول ما يدخل لغاية ما يخرج والله طب ما انت عندك الماوس ده يعتبر اول جزء عندنا اول جزء عندنا في الديجيستف تيوب بتاعتنا يبقى انا لو قلتلك قول لي يا ابني ديفينيشن للماوس قول لي تعريف للماوس هتقول لي يا دكتور والله الماوس بتاعنا هو من ايه من الديجيستف تيوب هو يا دكتور اول جزء اول اورجان هيقابلنا فين في الديجيستف تيوب بتاعيه يا دكتور طيب تعرف تقول لي بيبدأ منين اتفقنا بيبدأ من اللبس طيب يا دكتور بينتهي منين والله عشان تبص كده عن نهاية احنا اتفقنا ان هو هينتهي ويفتح تلاقي ورائي تلاقي ورائي الفارينكس طيب يا دكتور عايزين المنطقة بالزبط اللي هينتهي فيها ما هو الفارينكس ده ده عضو كامل موجود وراه تمام اتفقنا انا عايز اعرف بقى الجدار او ومش جدار او يعني لان الدنيا مفتوحة على بعض بس يا دكتور العلامة اللي هنعلم بيها نهاية الماوس وبداية الفارينكس هقول لك ادي اتفقنا الشفاف بتاعتنا بداية نهاية طيب يا دكتور النهاية بقى بتاعتنا ايه هقول لك لو بصينا كده في الماوس وانت واحد فتح بوقت كده هنلاقي يا دكتور ان في كده قرش الناحية دي وقرش الناحية دي قصين كده قص الناحية دي وقص الناحية دي القرشز دي يا دكتور عايزين نسميها والله القرشز دي بتكون وصلة ما بين البلد وما بين اللسان هنعرف كمان شوية لما ناخد اللسان ازايك طيب القرشز دي يا دكتور لو عايزين نسميها تفتكر هنسميها ايه انا قلت لك ما بين البلد وما بين اللسان ما إنها ما بين البلد وما بين اللسان البلد اللي هو التفنى سقف الحل اللي هو اسمه إيه يعني لما ترفع لسانك كده وتغبط لسانك فوق ده اسمه سقف الحل طيب هنسميها إيه هنسميها بلاتو يعني فيها من بلد اللي هو سقف الحل وده دكتور لساني يعني جلسل فبلاتو جلسل أرشز يبقى أنت يا دكتور عندك البداية بتاعة الموس كانت اللبس طيب النهاية يا دكتور النهاية بتاعتك تنتهي عند مين عند الأرشز بتاعتنا اللي هي البلاتو جلسل إيه البلاتو بلسل الأرشز تخبص بقى ترجع وارا تلاقي عندك الفرنكس أعادلك جميل مفيش مشكلة يبقى ده عندنا الموس يبقى يا دكتور الموس عندنا بدأ من اللبس وانتهى عند البلاتو بلسل أرشز طيب جميل يبقى ده الموس أو الفم بتاعنا الموس يا دكتور لما بصينا عليه جده لقينا ان هو عبارة عن تجويف كبير فحبينا نقسمك عشان نسهل الدنيا على نفسنا يعني لان هو مكان كبير فطبيعي المنطق ان احنا هنقسمه عشان نسهل الدنيا فتفتكر كده لو عايزين نقسم الماوس هنقسمه ازاي هتقول يا دكتور هو احنا لو بصينا كده اساسا هنلاقي ان ربنا مقسم لنا الماوس احنا مش محتاجين ندعم هتلاقي يا دكتور ان انت في عندك صف اثنان فوق وصف اثنان تحت ويه علمت محتوطين او مرسوسين على اللسة بتاعتنا ماقسملنا السنة الماوس من نفسها فاحنا يا دكتور لما نبصينا ولقينا الرصتين دول قلنا خلاص الحمدلله الماوس متقسم احنا بس اللي هنعمله ان احنا هنسميه طيب هنسميه ازاي بقى يا دكتور والله يقررنا نسمي الجزء اللي ما بين الاسنان والشفايف من برة يعني الجزء اللي هو محتوط كده ما بين السنان واللسة من جوا والشفايف والخدود من برة الجزء ايه يا دكتور سميناه الفيستبيول يبقى ايه يا دكتور الفيستبيول ده يا دكتور عبارة عن المنطقة اللي ما بين يا دكتور اللبس اللي ما بين يا دكتور اللبس اللي هي الشفايف واللي تشيكس اللي هي الخدود دول مباوجدين برا وعندنا يا دكتور جوه هنلاقي مين هنلاقي التيس الأسنان والجمس اللسه فيا دكتور المنطقة دي سميناها إيه سميناها الفيستبيول يبقى يا دكتور الفيستبيول ده المنطقة اللي ما بين إيه يا دكتور اللي ما بين اللبس ويه وما بين الأسنان وإيه والجمس جهه اللي هي المنطقة دي عندنا كده طبعا موجودة كده موجودة طبعا بلفة الموسكول وعلى الجناب طبعا هنا كده يبقى الجزء ده يا دكتور اسمه الفيستبيول طب يا دكتور بقى الجزء الكبير اللي جوه يا ابني ده الكافيتي بتاعنا ده يا دكتور سمينا بقى ايه الماوس كافيتي بروبر ده يا دكتور المنطقة بقى اللي ما بين الأسنان والجن اللي هي المنطقة اللي ما بينهم اللي المنطقة اللي موجودة جوه يبقى احنا يا دكتور لغاية دلوقتي قلنا كلام سهل وبسيط وأي حد السماعات دي في الشرع هيقول الكلمتين دول أول حاجة كده بدأنا نعرف الباوندريس بتاعة الأورالكافيتي عندنا عرفنا يا دكتور حدوده من قدام هنلاقي اللبس نرجع من ورا هنلاقي الأورجان بتاعنا اسمه الفارانيكس طيب يا دكتور من فوق عندنا البلد من تحت عندنا الطنجة على الجنب عندنا طيب يا دكتور الماوس قلنا بس دي ان هو يعتبر اول جزء اول جزء في الديجيستف بتاعتنا طيب بعد كده قسمنا قسمنا ايه يا دكتور قسمنا موجودة ما بين الاسنان وبره كده عندنا اللبس والشيكس وماوس ده يا دكتور موجود ما بين الاسنان جو طيب يبقى احنا كده عرفنا الماوس عندنا وعرفنا ديفينيشن بتاعه وعرفنا الساب ديبيجن بتاعه طيب عايزين بقى دكتور نتكلم كده عن حاجة او منطقة مميزة المنطقة دي يا دكتور اسمها اورو فارينجيال اسموس تقول لي يعني ايه اورو فارينجيال اسموس اقول لك ما تجي كده نفسر من الاسم وهتلاقيك جاوبت على كل حاجة الواحدة كلمة اورو دي جاي من اور الكافتي طيب فارينجيال جاي من الفارينجيال اللي هو البلعوم يعني يا دكتور من الاخر كده هي منطقة ما بين الايه ما بين الاسموية ما بين اورو الكافتي عندنا والفارينجيال اسموس من اسمها طيب يا دكتور كلمة اسموس دي اسموس يعني يعني حتة دايقة يعني من الاخر كده يا دكتور هي عبارة عن منطقة دايقة ممر دايقة ما بين يا دكتور اورو الكافتي ومن بين الفارينجيال اسموس وسميناها ايه يعني احنا لما نبص من قدام كده هي مش باين قوي انما بقى محتاجين نبص من الجنب ايه يا دكتور الصورة الغريبة دي والله يا عم الغريبة ولا حاجة ادي من قدام عندنا الشفاف شايف انت الجزء اللي ما بين الشفاف والاسنان ده ده اللي هو الفيستيبيول بعد كده عندنا ايدي الاورال كافيتي او الماوس كافيتي بروبر بتاعنا شايف انت يا دكتور المفروض ان احنا هندخل هنا ونعدي على الفارانيكس بقى بس يا دكتور وحنا بنعدي لقينا المنطقة دي ايه يا دكتور المنطقة دي دي يبني المنطقة الدايئة بقى اللي عم ما لحكي لك فيها هو ما يباين خالص ان هيكون استريكشن ان هي حتة دايئة دا يبني مين بقى ده الاورو فارينجيال اسمس يبقى يا دكتور ايه الاورو فارينجيال اسمس ده عبارة عن جونكشن ما بين ايه ما بين الاورال كافيتي وما بين الفارانيكس وبيكون ايه وبيكون دايا طيب يا دكتور الاورو فارينجيا الاسمس ده انا بس عايز اعرف الحدود بتاعته اقولك يا ابني الحدود بتاعته بسيطة بص معايا الرسمة هتعرف تصلحها لو بصيت كده يا دكتور هتلاقي ان الاورو فارينجيا الاسمس بتاعنا هو اللي هي المنطقة دي هتلاقي ان اللي هي حدود من فوق عندنا اهي وحدود من تحت وحدود من على الجنان خلينا بس اللي بيان عندنا في الصورة دلوقتي اللي هو من فوقه من تحت والله اللي من فوق ده ده يا ابني البلد سقف الحلق بس يا دكتور سقف الحلق عندنا مميز شوي تقول لي ايه يا دكتور المميز فيه في البلد هقولك انت لو رفعت لسانك كده وبدأت تخبطه في سقف الحلق دلوقتي هتلاقيه ناشف بس خلي بالك البلد بتاعك مش كله ناشف هو بس يا دكتور من قدام عندنا ناشف الجزء اللي انت هتعرف تحسه بلسانك انما انت بس لو جربت كده تخش بس مش بلسانك بايدك بقى وتدخل على البلد من جوه هتلاقيه بقى طارين فعشان كده يا دكتور احنا بنقسم البلد عندنا الجزئين جزء يا دكتور موجود قدام بنسميه الهارد بلد وجزء يا دكتور موجود ورا بيكون طاري شوية فمنسميه الصفت بلد فيا دكتور الوروفارينجا الاسمس الحتة الدايئة عندنا بتبقى موجودة related to me او بيكون موجود فوقها مين والله يا دكتور الصفت بلد يبقى انت عندك الوروفارينجا الاسمس هنلاقي يا دكتور عندنا موجود فوقي above كده فوقي مين الصفت بلد طيب جميل طيب يا دكتور والله تحته يا ابني تحته ده ده اللسان ده الجزء ده بنسميه دورسام اوزا طانج دهر اللسان هنعرف شوية كمان شوية السيرفيس بتاعت الطانج يبقى انت عندك بلوه هنلاقي مين هنلاقي الدورسام اوزا طانج طيب يا دكتور عايزين نشوف الجنب بتاعته هقولك يا ابني الجنب على فكرة انت عارفه هتقولي ايه عارفهم ازاي هقولك انت عارف لما بصينا من هنا مش احنا كنا بنقول ان احنا فيه عندنا كده بسمهم بلاية جلوسة الارشز تقولي ايه يا دكتور بالزبط موجودين ما بين الجنشن ما بين او ما بين يعني بإندكيت نهاية الورال كافيتي وبداية او نهاية الماوس وبداية الفيرنكس تقولي ايه اقولك يا ابني على فكرة المنطقة اللي احنا بصينا عليها بقى دي هي دي الاسمس بس هو للأسف مش باين عشان احنا بصينا من قدام انت مش شايف ان الحتة دي ده هيئة طول من تبصت من قدام انما لما تبص من جنب هتباني النهاية دي عشان كده سميناها اسمس فيا دكتور والله احنا على الجناب عادي لسه عندنا الارشز بتاعنا يبقى انت عندك يا دكتور على الجناب عندنا هنلاقي ايه هنلاقي عندنا البلاتو جلوسة الارشز ليه يا دكتور ما نقل لك يا ابني ان البلاتو جلوسة الارشز دي بتإندكيت نهاية الماوس وبداية الفيرنكس واساسا الوروفيرنجي اسمس انا اول حاجة قلتها عنه ان هو يا دكتور جونكشن او مخان التقاء الماوس بالفيرنكس يعني نفس الحاجة نفس الكلمة فطبيعي يا دكتور ان انت عندك تلاقي ان على جناب الاسمس بتاعنا ميت البلاتو جلوسة الارشز لان هم موجودين بكل بساطة في نفس المكان بس مش هتقدر تلاحظها يعني او مش هتقدر تشوفها وانت بصص من قدام كده لأ لازم عشان تشوف الاسمس بتاعنا تبص من الجنب عشان تلاحظ ان الحتة داية عندنا يبقى دا عندنا الوروفيرنجي الاسمس يبقى الوروفيرنجي الاسمس عبارة عن مكان التقاء سايت اوف جونكشن مابين يا دكتور مين الماوس كافيتي مابين تجويف الماوس والفارانيكس طيب يا دكتور حدوده والله من فوق عندنا مين عندنا الصفت بلت طيب يا دكتور من تحت عندنا دورسة موسطن ظهر اللسان طيب يا دكتور عايزين نعرفه عن الماوس بتاعتك. وكده نكون خلصنا الماوس. يبقى يا دكتور اللي احنا قلناه في الماوس عنا عايزك تلاجع معاه كده عشان تطلع من الحصة مذاكر. والله عندنا اول حاجة تكلمنا عن بتاعت القولنا يا دكتور حدوده من قدام اللبس. من ورا هنلاقي بعده الفارينكس. عندك فوق هنلاقي البلد تحت اللاقي الطنجة عالجنبه هنلاقي بعد كده قلنا ان الماوس عندنا بنقسمه لجزئين. يا دكتور و وماوس كافتي بروبر. ايه هو الفيستبيول? هو المنطقة اللي ما بين الشفاء فوق الخدود برا والسنان جوه. بعد كده الماوس كافتي بروبر لقى دي المنطقة اللي جوه الأسنان. طيب عرفنا بعد كده منطقة اسمها القورو فارينجيسماس. اتفقنا دي عبارة عن ايه? عبارة عن جنجشن. جنجشن ما بين مين يا دكتور? ما بين الماوس كافتي وما بين الفارينكس. والله يا دكتور لقينا فوقيها الصفيد بلد تحتها. لدرسة مفضلها ج 발라 جنبها التو أرشيز بتوعنا الباراتو جلوس الأرشيز كنا يكون خلصنا يا دكتور أول أورجان عندنا في الجاية الدنيا سهلة يبقى احنا كده يا دكتور خلصنا مين خلصنا الموس طيب يا دكتور ما الموس في أورجان محترم كده وعظيم اسمه الطنج فاحنا عايزين بقى نبدأ نتكلم عن الطنج وده اللي هأساسا يعتبر أهم الموضوع في حصة النهاردة وأكبر موضوع هنتكلم عنه النهاردة اللي هو الطنج أو اللسان لو أنا قلتلك بقى يا دكتور عايزك تقول لي definition للطنج عايزك تقول لي تعريف محترم كده يا دكتور للطنج والله لو بصيت كده ولحظت هتلاقي ان الطنج طول ما انت قاعد تتكلم كده عمال يتحرك فبالتالي يا دكتور الطنج ده أكيد اللي بيحركوا عضلات فعشان كده أول كلمة في definition بتاعت الطنج ان هو يابني عبارة عن highly عندك إيه muscular organ عبارة يا دكتور عن عضو أماليان عضلات عشان يا ابني تساعده ان هو يتحرك طيب لو جيت سألتك ايه هي بقى function بتاعة الطنج ايه هي وظيفة الطنج هقول لي يا دكتور والله اي حد في الدنيا يعرفها اول حاجة كده يا دكتور الطنج هو اللي عمالي يتحرك كده عشان يخليك تتكلم فيا دكتور هو مسؤول عن ال speech الكلام طيب يا ابني ما الطنج ده برضو المفروض ان انت بتبق بي اي حاجة فهو مسؤول عن test sensation عن التزوق طيب يا دكتور ما هو كمان لما بتيجي تاكل بعد ما تبدأ تمدغ الأكل كده بيقوم بلعه لك فهو يا دكتور مسؤول عن degradation يبقى يا دكتور هي ده بقى او هو ده definition بتاعة الطنج يبقى هو عبارة عن highly muscular organ عضو يا دكتور ماليان عضلات بسقول يا دكتور عن تلات وظايف speech تاكلام taste تزوق وdigلitation طيب ده definition بس اكيد انا مش جابك النهاردة عشان اعرفك ال definition بتاع الطنج ده اي حد اسم عدي في الشارع هيعرف يقول الكلمتين دول مش محتاجين حد بتاع اناتوم يعني عشان يقولك الكلمتين دول والله لأ احنا بقى جايين النهاردة عشان نتكلم في الاناتومي بتاع الطنج عايزين بقى يا دكتور نبدأ نشوف description ونشوف الوصف بتاع الطنج نشوف الاوجب المختلفة والاجزاء المختلفة عندنا من الطنج والله يا دكتور اول حاجة كده او اول جزء بيقابلنا في الطنج هو الايبكس بتاعته القمة بتاعته التب بتاعته اكتر جزء يا دكتور موجود عندنا قدامي فيا دكتور الايبكس بتاعتنا اللي هي المنطقة دي يا دكتور من الطنج والله هتقول عنها كلمتين بكل بساطة ان هي directed anteriorly والله يا دكتور بصل قدامي طيب ايه تاني ان هي يا ابني وانت مريح كده لو لاحظت وانت متستخدمش لسانك وقاعد كده هتلاقي يا دكتور ان اللسان عندك مريح على مين على الاسنان اللي قدامه اللي هم استنتين دول دول يا دكتور بنسميهم القواطع او الانسايزور يبقى يا دكتور الايبكس بتاعتنا والله بتبقى directed anteriorly بصل قدام ومريح يا دكتور وبتلمس الانسايزور تيس اللي هي القواطع بتاعت الاسنان يبقى ده الايبكس عن ده طيب ده يا دكتور بداية الطنج طيب يا دكتور ما اكيد طالما الطنج ليه او سوري قمة الطنج ما اكيد يا دكتور ليه قمة يبقى اكيد ليه جزع موجود ايه ومدفون ورا فده يا دكتور بنسميه الروتفزة طنج ده يا دكتور الجزء اللي جوه في الطنج عندنا ده اللي انت مش شايفه ده يا دكتور لو لاحظت هتلاقي ان هو ماسك عندنا في الماندبل وماسك كمان يا دكتور فالعظم عندنا بتاعتنا اللي اسمها الهيبون بشوية عضلات كده هناخدهم احنا بنتكلم عن المسلس بتاعت الطنج وهبريكي ازاي بقى ماسك في ايه في الماندبل وايه والهيبون يبقى انت يا دكتور الروت عندنا والله بيبقى اتاتشد لمين اتاتشد للماندبل والهيبون بايه باي المسلس بالعضلات اللي احنا هناخدها كمان شوية بتاعت الطنج يبقى احنا لغاية دلوقتي عرفنا ان الطنج ليه ايبكس موجودة او بصل قدهم الايبكس دي مريحة على الانسايزر طيب الروت والله يا دكتور ماسك عندك في مين في الهيبون وفي الماندبل بشوية عضلات طيب نيجي بقى ليه الجزئين اللي هنقف عندهم وهنتكلم شوية اول حاجة يا دكتور اللي بصيت كده على الطنج هتلاقي ان ليه two surfaces surface يا دكتور موجود تحت من سميه inferior surface وسيرفس يا دكتور بقى موجود فوق بنسميه superior او بنسميه ظهر اللسان addorsam of the tongue فعايزين كده بقى نبص على ال inferior surface والله يا ابني ال inferior surface ده اللي بتشوفه لما تبدأ تطلع لسانك كده وترفعه الفوق وتبدأ تبص على لسانك كده مثلا في المراية عشان تشوف ال inferior surface ده والله اول حاجة كده هنلاحظها لما نيجي نبص على ال inferior surface ادي واحد رافع لسانه الفوق هو عشان نبص على ال inferior surface بتاعه هتلاقي ان هو اول حاجة كده هنلاقي عندنا فيه متغطي بميوكوزة ماشي منطقة يبقى انت اول حاجة كده هتقابلك الميوكوزة الميوكوزة دي لو مشيت ايدك عليها كده هتلاقيها يا دكتور ان هي smooth نعمة ده اول حاجة هتتاخد بالك منها لما تبص على ال inferior surface طيب تاني حاجة يا دكتور والله تاني حاجة هتلاقي يا ابني ان ال inferior surface كده فيه فولد كده الفولد دي يا دكتور مسكالك الطانج بالoral floor بالارضية بتاعت الماوس الفولد دي يا دكتور عايزين نسميها اللي هي برضو اهي في الصورة دي عندنا تلاقي كده حتة مسكالك اللسان في ارضية الماوس عايزين بقى يا دكتور نسمي الفولد عندنا دي الفولد دي يا دكتور هنسميها ايه هنسميها frenulum lingui يبقى انت يا دكتور حتة الفولد او التانية دي الزيادة اللي مسكالك مين اللي مسكالك الطانج في الأورال floor دي بنسميها طيب على جنابها بقى يا دكتور كده هتلاقي عندك خطوط زرقة كده يا دكتور الخطوط الزرقة ده يا ابني عندنا شوية فينز ماشي عندنا في الطاني بنسميها كلمة دي يا دكتور يعني لسان يبقى انت يبقى انت عندنا مين شوية الخطوط الزرقة اللي ماشي عندنا فين في الطاني يبقى دي اللينج على الصيز بتاعت مين تبدأ يا دكتور تشوف برضو كده بعد شوية الخطوط دي هتلاقي ان فيه خط بيل مع كده خطين كده طبعا عالجنبين يعني خط بيل بقى يمين وخط بيل بقى شمالي الخطوط دي يا دكتور عبارة برضو عن فولدستانيات عايزين نسميها هنسميها ايه هنسميها فين برييتد فين برييتد ايه فولد او ليها اسم تاني اسمها بلايكا فين برييتا يبقى فين برييتد فولد او ايه او بلايكا فين برييتا اتنين اسم لنفس الحاجة يبقى انت عندك ده الانفيريور سيرفز بتاع الطنج يبقى يا دكتور الانفيريور سيرفز بتاع الطنج لقينا ان هو متغطي بميكوزة سموس بعد كده يا دكتور بصينا نلاقينا فيه حتة فولد كده ماسكة في الفلور بتاع الماوس اللي هي الفرنلم ايه بصينا يا دكتور على جنبها لقينا خطوط زرق كده ده يا دكتور عبارة عن ايه عبارة عن فينز اللي هي الديبلينج والفيند بعد كده يا دكتور بصينا لقينا اتنين فولدس كده على او لاترال ليه الفينز بتاعتنا اللي هي مين يا دكتور او البلايكا فين برييتا يبقى ده الانفيريور سيرفز بتاع مين الانفيريور سيرفز بتاع الطنج طيب كده يبقى احنا خلصنا الانفيروسيرفس. عايزين نبص على مين? نبص على ايه? او ضاهر اللسان. والله يا دكتور بقى اول ما بنبص عليه يعني ده ضاهر اللسان اهو هنبص عليه. اول ما بنبص عليه يا دكتور بنلاقي ان احنا عندنا كده فيه عبارة عن جروف عاملنا حرف في بالشكل ده كده. اهو. الجروف ده يا دكتور لما بصينا لقينا ان هو اساملنا. ان هو يا دكتور اساملنا اللسان عندنا لجزئين. جزء يا دكتور موجود قدامه. وجزء يا دكتور موجود وراء. الجزء اللي موجود قدام ده يا دكتور عبارة عن تلتين اللسان. اللي هو الانتيريور تو ثيرت. والجزء اللي وراء ده يا دكتور عندك البستيريور وان سيرت اللي فضل لنا. طيب ايه يا دكتور بقى الجروف ده الجروف ده يا دكتور لو عايزين نسميها نسمي ايه فاكر انت كلمة جروف كنا بنسميها ازاي في الكارديوباسكولور كنا بنقول عليها يا دكتور سالكس فالفيشيب دي يا دكتور جروف ده هنسميه سالكس تيرميناليس يبقى احنا يا دكتور لما بصينا على الدورسة موسطانج اول حاجة قابلتنا فيه مين هي السالكس تيرميناليس السالكس تيرميناليس دي يا دكتور قسمته لنا ليه تلتين موجود قدامها وتلت موجود وراء. طيب. وبصينا يا دكتور في نهاية الصالكسترميليز اللي هي شبه حرف الفيدي. لقينا ايه يا دكتور. لقينا ان في عندنا حتة فتحة صغيرة كده. الفتحة دي يا دكتور ساميناها فورامين. فورامين يعني حرمة او فتحة. سيخم. يبقى احنا يا دكتور. اول ما بصينا كده على الدور سموسة تانج. لقينا في الصالكسترميليز وفي نهاية الصالكسترميليز كده عندنا الـ . لأنهم موجودين عندنا فين يا دكتور في الـ طب يا دكتور ده موجودين عندنا في بنساميه . طب جميل يبقى ده عندنا كده بتاع مين بتاع الطنج يبقى الدورسك بتاع الطنج موجود في اللي في نهايتها الفورمانسيجا اللي قسمت لنا الطانج لي anterior two third وبosterior one third والانتير two third دول يا دكتور بنسميه والبستيريور بنسميه فارينجيال بارد طيب لما تكبر بقى يا دكتور ان شاء الله وتبدأ تاخد الامبريولوجي هاجي واقول لك ان الطانج بتاعنا بيكون يا دكتور مش لي نفس او مش طالع لنا كله من نفس المكان لا دكتور ده الانتيريور two third بيكونوا طالعين ما عندنا من مكان مختلف عن البستيريور one third عشان كده يا دكتور لما نيجي نبص عليهم هنلاقيهم ان هم مختلفين تقريبا في معظم الحاجات مختلفين في النيرفوس ابلغي اللي جالهم وهنلاقي ان فيه اختلافات كتيرة ما بين ايه ما بين الانتيريور two third والبستيريور one third ليه لان هم مش طالعين من نفس المكان عندنا في الواد طيب عاجزين بقى يا دكتور نشوف كده الاختلافات اللي ما بينهم والله يا دكتور اول حاجة كده محتاجين نبص عليهم ونبدأ نفرق ما بينهم احنا اتفقنا ده الانتيريور two third اللي سمينا الاورال برض والبستيريور one third الانتيريور two third ده يا دكتور ليه اسمه برضو مميز كده بندلعه مش احنا اتفقنا اللي الانتيريور two third ده موجود قدام الصالكس يعني موجود قبل الصالكس طب ما انت ممكن تسميه البري صالكال برض كلمة بري دي يا دكتور يعني قبل وصالكس او صالكال دي جاي من صالكس اللي هو الجروه يبقى انت عندك الانتيريور two third بنسميه ايه البري صالكال برض طيب يا دكتور البستيريور one third مش محتاجة بقى هنسميه البوست كلمة بوست دي يعني بعد صالكال ايه برض طيب جميل مش احنا قلنا يا دكتور برضو ان الانتيريور two third دول موجودين عندنا في الاورال كافيتي ويه البستيريور one third موجود عندنا في الفيرينكس يعني كده يا دكتور معناه ان احنا عندنا الانتيريور two third بيكونوا يا دكتور موجودين قدام البلاتو فارنجل ايه او سوري البلاتو جلوسل بارش بيكونوا انفرونت انما الفارنجل بارت بيكون وراها بهايند او بستيرولية ليا دكتور لان احنا اتفاننا باقلنا مئة مرة ان المنطقة دي هي المنطقة او القرش بتاعنا ده اللي تفصل ما بين الفارنجس وما بين ايه وما بين الموس نيجي بقى لتالت اختلاف عمدين يبقى احنا اول حاجة سمينا اللي قدام ده بريسالكس اللي ورا اسمه بوسو السالكس اللي قدام لقناه قدام البلاتو جلوسا القرش اللي ورا لقناه ورا البلاتو جلوسا القرش طيب نيجي بقى يا دكتور نبص على الميوكوس من بري والميوكوسة بتاعت كل جزء فيه لقنا يا دكتور ان الانتيريوتوسيل بتكون ايه يا دكتور؟ بتكون سك وبتكون يا دكتور خشنة راف يعني انت لو مشيت كده يدك على دورسم ووسط انج بتاعك من قدام كده هتلاقيه خشن يا دكتور ليه يا دكتور انت بيكون موجودة عندنا سيك ورف بالشكل ده عشان يا دكتور بتلاقي فيه شوية نتوءات كده هتاخدها بالتفصيل في الهستولوج وانت بتكلموك عن الهستولوج ووسط انجا هيكلموك بالتفصيل بقى عن ايه عن نتوكات دي النتوكات دي يا دكتور اسمها بابلي يبقى انت يا دكتور الميوكس ميمبرين بتاع الانتيريور تو سيرد بيكون يا دكتور سيك ورفع لي يا دكتور لانه مليان بابلي طب يا دكتور البوستيريور وان سيرد لا ده بيكون رفيع سين وسموس لي يا دكتور لانه مفهوش بابلي انما يا دكتور بدل البابلي كده بيبقى في شوية نودلر ايه لينفوليكلس صغيرة هتلاقي برضو بيقولك عليها في الهيستوليج اسمها ايه اسمها لينجول تونسلز بتبقى موجودة كده في الصب ميوكوز هتأخدها برضو بالتفصيل في ايه في الهيستوليج يبقى انت يا دكتور الاختلاف التالت ان احنا عندنا الانتيريور تو سيرد بيكون سيك ورف ومليان بابلي طب يا دكتور البوستيريور لأ بيكون سيند وسموس ومفهوش بابلي لكن بدلها في ايه يا دكتور في عندنا اللينجول تونسلز عندنا موجودة في الصب ميوكوز يبقى ده يا دكتور مين الدور سام وفزا تونج يبقى احنا لغاية دلوقتي عرفنا ان التونج بتاعنا موجود ليه ايبكس الايبكس دي يا دكتور موجودة انتيريور ومرياحة على انسايا سورتيز بعد كده موجود ليه روت اتتشد ليه الماندوبول والهايتبول بايه بشوية مصل بعد كده الانفيريور سيرفس الانفيريور سيرفس عرفنا ان هو بيكون عندك فيه الفرين الانجوي وعلى جنابها كده هنلاقي الديب لينجول بين وعلى جنابهم هنلاقي ايه هنلاقي عندنا الفنفيريات طب يا دكتور تسمى بقى بتاع الطانج والله يا دكتور بتاع الطانج اول حاجة لقينا بي شيب دي كده سلقس سميناها سلقس ترمينيليس في نهايتها ايه في نهايتها فتحة اسمها فورة من سيكم اسمت لنا التانج بتاعنا لأورة البارت موجود قدام اللي هو وفارينجيو البارت موجود ورا اللي هو ايه اسمه اللي هو طيب يدول يا دكتور كلمة بري دي يا دكتور يعني ابي طب يا دكتور البوستير برو سميناهم بوست صالكة الكلمة بوست دي يعني بعد طيب لقينا ان موجودين قدام البلاتو جلوسة القرش طيب دول موجودين عندنا في الفارنكس في طبيعة هيكونوا وراء مين وراء البلاتو جلوسة القرش طيب بصينا على الميوكاس ميمبرين لقينا ان بيكونوا سيك ورف ليه لأنهم مليانين بابلي طيب والله يلاقي دكتور بيكون سين وسموك وما فيوش بابلي بس بقى دا لها فيه لينجوال ايه فيه لينجوال يبقى احنا كده يا دكتور بصينا على بتاعة الطنج بس فاكر يا دكتور فاول كلمة او اول كلمة قلت لك عن الطنج كانت ايه ان هو يا ابني ان هو يا ابني عضو مليان عضلات فاكيد بقى احنا لازم نشوف المصل زيني ونبدأ نتكلم عنها والله يا دكتور العضلات بتاعة الطنج في منها جزئين او في منها نوعين عضلات يا دكتور بتكون موجودة جوه الطنج او جوه اللسان نفسه بنسميها الانترينسيك مصل وعضلات يا دكتور بتكون موجودة بر اللسان بنسميها اكسترينسيك مصل هتقول لي يا دكتور ايه الفرق ما بين العضلات يعني ايه اللي هيفرق ما بينهم والله هقولك اللي هيفرق ما بين العضلات دي الحركات اللي هعملوها هتقول لي يعني يا دكتور هقولك وانت ممكن تحرك لسانك ازاي هتقول لي يا دكتور هو انا ممكن اتني لساني وبعد كده فريده ممكن يا دكتور ابطته شوية كل دي يا دكتور حركات بتعملها واللسان ثابت في مكان طيب ما في حركات تانية يا دكتور ان انت مثلا تحرك اللسان ناحية اليمين او تحركوا ناحية الشمال تطلعوا برا الطنج تدخلوا تاني جوة الطنج فدي يا دكتور مجموعة او ستس من الحركات التانية يبقى احنا يا دكتور الحركات اللي احنا عملناها حركات غيرت الشيء بتاع الطنج وحركات يا دكتور غيرت البوزيشن بتاع الطنج يبقى حركات غيرت شكل الطنج وحركات تغيرت إيه position أو مكان الطانج فده كل أو كل جزء من الحركات دي ليه عضلات بتعملها فيا دكتور intrinsic muscle هي يا دكتور العضلات عندنا اللي هتبدأ تغير في شكل الطانج طب يا دكتور extrinsic muscle هي العضلات اللي هتغير في position الطانج هتقول لي يا دكتور أنا مش فهم حاجة أقول لك تعالي ناخدهم واحدة واحدة كده وانت هتفهم معي تعالي نبدأ بال intrinsic muscle أول حاجة كده يا دكتور ده عندنا إيه بقى الرسم اللي هيا إرسمها لك ده دي عندنا يا دكتور الأسنان بتاعتنا وهو قادي التونج بتاعنا هم أول ماسلز كده يا دكتور لقينا شوية فيبرز ماشية كده لونجتوتنال جوة اللسان بالشكل ده كده أو ويه شوية فيبرز تانية برضو ماشية لونجتوتنال بالشكل ده طيب الفا hoorس دي يا دكتور عايزين يعني نسميها أو الماسلز دي عايزين نسميها والله يا ابني هي مش تسميها Andreas Longitudinal سميها Longitudinal muscle طيب يا دكتور فيه عندنا اتنين يا عم سميها واحدة superior واحدة inferior يبقى اول كده عضلتين في الانترنسيك muscle يا دكتور اسموهم Rigolingitudinal muscle والinferior Longitudinal muscle طيب يا دكتور العضلات دي لما تكنتراكت هتعمل ايه؟ والله يا ابنيت اخيل معي العضلات دي لما تكنتراكت هتبدأ تسحب اللسان بالشكل ده كده يعني من الاخر كده يا دكتور دي اثرت اللسان اللسان بدل مكان موجود عندنا بالشكل ده كده لا ده بقى قصير بالشكل ده كده ليه لأن العضلة بتاعتنا عملت شورت إنه لإيه لللسان هل اللسان اتحرك من مكانه لا فيبقى دي عرق ضغل عندنا يبقى دي يا دو بغيرت الشي بتاع اللسان طيب يبقى دول أول عضلتين عندنا اللي هما سوبيريور وإنفيريور اللي مجتبتين للمصل طيب إيه يا دكتور العضلات التانية اللي موجودة عندنا والله لما جدينا نبص على اللسان كده من فوق شايف انت الجزء اللي في اللسان ده اللي في النص ده بنسميه ميدان فايبر السيبتم سيبتم كده أو حاجز موجود في اللسان في النص والله يا دكتور بصينا كده لقينا على جنابه في مصل فايبرز مشي عندنا بالشكل ده كده دي يا دكتور مصل فايبر مشي يا فسميناها إيه والله هسميناها تراسفيرس إيه مصل طيب يا دكتور الأكشن بتاع العضلة بتاعتنا والله العضلة بتاعتنا لما تكون تركت هتبدأ تحرك اللسان أو تضم الجوة كده يعني بالآخر كده عملت ناروينج لللسان دهيئة اللسان أو دهيئة اللسان بتاعنا أو دهيئة عرض اللسان بتاعنا يبقى ده والمناسبة للمصل دي لو احنا رسمناها كده هنا هنرسمها منقاطة كده لأنها مشية بالعرض فاهمت كأنها مختاركة كده للصورة بتاعتنا زي ما برسمولك كده في الهيستوريش فدي مصل طيب بصينا لقينا اي تاني يا دكتور عضلات انترينسيك والله لقينا عضلات ماشي عندنا بالشكل ده طب ما يا دكتور الشكل ده شكل عمودي فيبقى دي يا دكتور هنسميها ايه مصل يبقى احنا رابع عضلة عندنا مصل طب يا دكتور مصل دي لو عملت ايه اللي هيحصل والله هتبدأ تعمل او تضمننا اللسان كده يعني بالاخر بدل ما اللسان كان وقف على حيله كده لا يا دكتور ده بقى فلات بقى مبطط فدي بتعمل فلاتنين ايه ليه التانج عندنا يبقى دي يا دكتور العضلات بتاعتنا اللي اسمها الانترينسيك مصل عندنا سوبيري لونجتيونل وانفيري لونجتيونل وترانسبيرز وفيرتيكال ده يا دكتور وصفيتهم ايه انه هم بيعملوا ايه بيغيروا يا دكتور الشيب بيغيروا شكل اللسان وعلى فاكرة انت مش مهم بتعرف كل عضلة بتعمل ايه يا دو بتعرفي بس ان العضلات كلها دي بتعمل بتغير الشيب بتاع ايه بتاعت اللسان بتعملوا شورتنين بتعملوا فلاتنين بتعملوا ايه بورتن يتعرضوا وده بقى العضلات اللي هنديها احترمها بقى ونبدأ نعملها معاملة يعني معاملة العضلات المحترمة كده ونتكلم عنها واحنا يا دكتور اي عضلة في الدنيا لما كنا بنتكلم عنها في المسكولسكليتل كنا بنتكلم عنها ازاي والله يا دكتور كنا بنتكلم عن اربع حاجات فيها والله بنتكلم عن الوريجين نتكلم عن الانسيرشن نتكلم عن النيرفي سابلاي نتكلم عن الاكشن بتاعها فاحنا يا دكتور عندنا اربع عضلات اكسترينسيك كل عضلة من دول والله يا دكتور هنبدأ نتكلم عن الأربع أجزاء دول فيها فتعال كده يا دكتور نبدأ مع بعض بأول عضلة عندنا تعال بس نفهم الرسمة إيه يا دكتور اللي أنا رسمه لك ده ده عندنا الطانج موجود هنا كده وده يا دكتور الماندوبل بتاعنا وفيه سنه وده يا دكتور العضمة اللي موجودة عندنا في الرقبة اللي هي الهويد بون طيب الجزء اللي فوق ده ده اللي هو جزء من نساء في الحلق الطريق اللي هو بنسميه soft ballad طيب الجزء اللي ورده ده process عندنا اللي هو الstyloid process لو فاكره يبقى فهمت الرسمة بتاعتنا تعال بقى نشوف العضلة عرض أول عضلة عندنا يا دكتور والله يا عضلة كده بتبقى مربعة شوية عضلة يا دكتور بتكون طلعا لنا من العضمة دي اللي اسمها الهيويد بون الهيويد بون يا دكتور بيكون لها greater horn و lesser horn و body اللي احنا عايزينه النهار ده greater horn وجزء من ال body بتطلع منها العضلة بتاعتنا بالشكل ده كده من ال greater horn والads cam portion بتاعت baby هذه العضلة بتاعتنا بتطلع بالشكل ده طيب العضلة بتاعتنا طالعا علشان تروح فيين اكيد طالعا علشان تروح على hayat or horn يبقى هي طالعا من uh 아주 important part بتاعت ال how you located bone ده la origin بتاعها ال insertion يا دكتور والله العضلة بتاعتنا بتفضل تطلع كده علشان تروح على الجزء الورة من اللسان بس خلي بالا لك الجزء الورة الجزء البosterior بسه الا stron Queens بس من على الجناب من على ال size بتاعة اللسان وتروح تعمل insertion فيه بالشكل ده كده قادي العضلة بتاعتنا اول عضلة عندنا من العضلات الاكسترينسيك طيب يا دكتور العضلة بتاعتنا دي عايزين نسميها اقولك يا عم بسيطة هي العضلة بتاعتنا مش طالعة من الهايويد بون ورايح على اللسان اقولك اهو اقولك سميها هايو كلمة هايو دي جاي من هايويد واللسان يا دكتور لسا يعني جلوسس فدي يبقى هايو جلوسس مصري يبقى دي اول عضلة عندنا من العضلات الاكسترينسيك الهايويد لسا المصري الهايويد لسا يا دكتور والله طالع لنا منين طالعة من الهايويد بون من اسمها اصل منين من الهايويد بون والجريتر هورن والأجاسن بورت بتاعت الباضي طيب يا دكتور راح تعمل insertion فين والله راح تعمل insertion في النص اللي ورا من اللسان بس خلي بالك من على sides من عالجناب طيب يا دكتور عايزين نشوف الأكشن بتاعها والله يعمل اكشن بسيط مش مستاهل يعني العضلة بتاعتنا لما تكون تركت هتبدأ تشدل بالشكل ده يعني هتشدل تحت يعني من الاخر هتعمل depression depression للطنج تبدأ تنزل لنا او تشدلنا الطنج الورب او لتحت طيب يبقى ده اول عضلة عندنا طيب تاني يا دكتور عضلة عندنا والله يا دكتور تاني عضلة عندنا هتكون طلعا لنا منين من البروسيس ده اللي اسمه الستايلويد بروسيس من التب بتاعت الستايلويد ايه بروسيس وتبدأ يا دكتور تنزل لنا بالشكل ده عشان تشدلنا ايه مع الهول لنس بتاع ايه بتاع الطنج تاخد لك الهول لنس او اللنس كله بتاع الطنج بالشكل ده اهو بس خلي بالك العضلة بتاعتنا برضو هي لسه مسكة في الطنج من الجناب اهو العضلة بتاعتنا دي يا دكتور والله هي مسكة ما بين ايه ما بين الستايلويد بروسيس زي ما اتفقنا ورايحة من التب بتاعته ورايحة تمسك في مين في الصيز بتاعت الطنج عايزين نسميها تفتكر هنسميها ايه والله يا ابني مش مستهلة برضو هنسميها ستايلو لوسس لانها ما بين الستايلويد بروسيس وما بين اللسان طيب يا دكتور الاكشن بتاعها والله العضلة بتاعتنا لما تشد هتشد الطنج في الاتجاه ده كده اللي هو يعني من الاخر كده بتسحب الطنج الورا وكمان لفوق فهي بتسحب الطنج عندنا بوسترو سوبيريور يبقى ده الاكشن بتاعها يبقى دي تاني عضلة معنا يبقى احنا اول عضلة اخدناها الهايلو الهايو جلوسس وي تاني عضلة الهايو جلوسس طالع منين طالع من الجريتر هورن والأجيوسم بارت بتاعت الهايد وراح هتمسك فيه البستيريور هاف على السايدز بتاعت الطنج طيب يا دكتور الهايو جلوسس طالع من التب بتاع الستايلويد بروسيس وراح هتمسك فيه رح هتمسك فيه الهول لينز في الطنج بتاعنا كله لكن من على ايه من على الجنائب طيب نكمل مع بعض نشوف ايه العضلة العضلة الثالثة عندنا العضلة الثالثة عندنا يا دكتور بتكون طالعة عندنا كده من السيرفز بتاع كده ده تفاقنا السوفت بلد من على الانفيري سيرفز بتاع السوفت بلد عندنا بيبقى فيه ابنوروسيس كده سفن بلطان ابنوروسيس بتكون طالعة منه وتبدأ يا دكتور العضلة بتاعتنا تبدأ تنزل عشان تمسك بالشكل ده كده هي يا دكتور العضلة بتاعتنا مسكت فين معلش هي مش كده مسكت في الجونكشن اللي ما بين الأورال بارد والفارينجيال بارد بتاع التونج أقول لك هو يعني هنا كده يا دكتور دي المنطقة اللي كنا بنسم أو اللي كان موجودة عندها البلاتو جلسس قرش أقول لك آه بالظبط يعني معنى كده يا دكتور إن هي دي العضلة اللي ماشي عندنا في القرش بتاعنا أقول لك بالظبط يبقى احنا يا دكتور دي العضلة بقى بتاعتنا اللي اسمها البلاتو جلسس مصل اللي ماشي يا دكتور وطلع لنا من الصوفت بلت وراح يا دكتور تنزل عندنا في البلاتو جلسس الفولد عندنا عشان تروح تمسك في الجونكشن اللي ما بين إيه اللي ما بين الأورال والفارينجيال بارد بتوطنك من على الجناب يبقى دي يا دكتور العضلة بتاعتنا اللي اسمها البلاتو إيه البلاتو جلسس والعضلة بتاعتنا دي يا دكتور بقى بتشتغل كإيه بتشتغل كاسفينكتر مش بما انها ماشية كده على الجناب والحدود بتاعت ايه الفصلة ما بين الماوس قدام والفارنكس وراء طب يا دكتور بما العضلة بتاعتنا بقى لما تعمل كونتراكت تبدأ ايه تدايق لنا المنطقة دي المنطقة دي اللي لو فاكر اسمها نفضت تكون فاكر اسمها ما نفعش تكون نسيته دلوقت احنا لسه اليوم من شوية من عشر دقائق ولا حاجة المنطقة دي اللي اسمها الاوروفارينجا الاسمس اللي كان على حدودها مين اللي كان على حدودها الفولد اللي اتفقنا جواها دلوقتي خلاص مين الماصل فالماصل بتاعتنا يا دكتور شغالة كاسفينكتر ان هي بقى ايه تبدأ تتحكم في المنطقة دي اللي هي مين المنطقة بتاعتنا اللي اسمها الاوروفارينجا الاسمس يبقى احنا ده عندنا البولوتو بلوسس ماصل اللي بتشتغل كايه كاسفينكتر في المنطقة دي طب يا دكتور اللي اسفينكتر ده بقى وظيفته ايه والله يا دكتور هو موجود عندنا او القرش بتاعنا موجود حوالين المنطقة بتاعتنا اللي اسمها الاورو فارينجل ايه اسموس فيا دكتور بقى لما السفينجتر بتاعنا يحب يكون تراكت هيبدأ يقفل لنا المنطقة دي فيفصل لنا بقى الاورال كافيتي عن ايه عن الاورو فارينكس وار يبقى دي البالوتو جلوسس ايه مصل يبقى احنا لغاية دلوقتي خدنا ثلاث عضلات الهايو جلوسس والسيلو جلوسس والبالوتو جلوسس طيب نيجي بقى يا دكتور لاخر عضلة عندنا ودي يا دكتور اللي هي تعتبر اكبر عضلة عندنا في الطنج بتاعنا بصوا يا دكتور ده عندنا المندبل بتاعنا المندبل بتاعنا من جهة كده بيبقى فيه اتنين تيوبركل كده اسموهم الجينيال تيوبركل واحدة سوبير وواحدة انفير احنا عايزين بقى السوبير جينيال تيوبركل ده يا دكتور طالع منها الورجن بتاع الموصل بتاعنا طالع منين من السوبير ايه جينيال تيوبركل بعد كده يا دكتور المصر بتاعتنا بقى بتبدأ كده تفرد لنا عشان يا دكتور تبدأ تاخد اي حاجة في طريقك بتروح بقى يا دكتور تمشيلك على الفنترال سيرفس بتاع الطانج من اول يا دكتور التب بتاعته وتفضل ما شيلنا كده وتاخد لنا الطانج كله بالرود بتاعه لغاية كمان يا دكتور ان هي كمان هتنزل لنا وتعمل انسيرشن يبقى خلي بالك العضلة بتاعتنا واخد المنطقة دي كلها بس انا مش عايز يعني ايه انا بوضلك الرسمة اللي احنا رسمناها يبقى انت يا دكتور العضلة بتاعتنا طالع منين من السبير الجيلة بعد كده يا دكتور راح اتخدت الطانج بتاعنا من اول التب من اول القمة بتاعته وفضلت ماشي يا دكتور خدت الروت كمان في زكتها ورا اللي هو الروت اللي هو الجزء بتاعت الطانج وكملت يا دكتور عشان كمان تاخد جزء عندنا منين من الهايد بون يبقى انت لو بصيت يежде هتلاقي ان العضلة بتاعتنا شبه المسلص كده ويعتبر هي اللي عمل لنا الطنج المين ماصل ايه او المين ماسل طيب يا دكتور العضلة بتاعتنا دي لو عملت هتعمل ايه والله لو عملت هتبدأ تشد الطنج بشكل كده يعني ايه دكتور يعني هتطلع الطنج برا ايه برا الموس يعني من الاخر هتعمل ايه هتعمل للطنج الده ده لو العضلة بتاعتنا اشتغلت العضلتين اليمين والشمال مع بعض لان نخلي بها لك كل العضلات دي في منها واحدة يمين وواحدة شمان طيب يا دكتور لو واحدة منهم بس اللي اشتغلت لا لما واحدة بينهم تشتغل هتطلع الطنج الودام صحي بس هتزقوا عن ناحية التانية يبقى احنا ده العضلة التالتة بتاعتنا طيب احنا لسا مقولناش اسمها صحيح والله يا دكتور العضلة بتاعتنا برضو زي كل العضلات اللي فاتت هنسميهم بنفس الفكرة مش طالع عندنا من الجيني للتوبركل وراحها لللسان خلاص يا عم يبقى اسمها جينيو مصر يبقى دي الجينيو جلوسوس مصر طالعها من السوبير والجينيو سيوبيركر راح يا دكتور تاخد لنا الطنج وهلو من اول لغاية الروت لغاية حتى لما تكمل مع الروت لغاية لما يوصل عند ايه عند الهيويد بون اتفاقنا هتعمل ايه هتعمل للطنج او هتطلع لنا الطنج لبر يبقى دول الاربعة مصاجيب احنا كده عرفنا الاربعة مصال اللي عندنا عرفنا يا دكتور الوريجين والانسيرشن بتاعنا عرفنا يا دكتور كمان الاكشن بتاع كل العضلات طيب يا دكتور فاضل لنا بقى نعرف ايه فاضل لنا نعرف النيرف سابلاي بتاع العضلات دي هتاخدوا من ايه والله يا دكتور النيرف سابلاي او الموتور سابلاي بتاع الطنج كل يا دكتور العضلات بتاع الطنج سواء كانت انترينسيك او اكسترينسيك كلهم يا دكتور بياخدوا عندنا من الكرينيال نيرف اللي 12 عندنا اللي لو فاكر كان اسمه الهايبو جلوسال نيرف ده يا دكتور الكرينيال نيرف اللي 12 والله كل العضلات سواء كانت انترينسيك او اكسترينسيك بتاخد من الهايبو جلوسال نيرف طيب هنسكت كده وخلاص لا مفيش حاجة في الدنيا سهلة عندنا يا دكتور اكيد exception فيه عندنا استثناء للكلام ده كله والله يا دكتور فاكر العضلة بتاعتنا اللي اسمها البالاتو جلوسال مش قلنا ان البالاتو جلوسال دي يا دكتور تعتبر في الجونجشن اللي ما بين مين اللي ما بين الماوس قدام والفارينيكس وار فهي يا دكتور العضلة بتاعتنا بقى لازم تقف كده وتكرر هل هتاخد من الهايبو جلوسال عندنا مع الماوس ولا هتاخد بقى من النيرف اللي هغسلنا الفارينيكس اكيد طالما انا كتبتها لك exception يبقى اكيد مش هتاخد من الهايبو جلوسال لا يا دكتور داليها نيرف اللي واحدها بتاخد من الفارينيجال برانشس اكسبت بقى البالاتو لسال بتاخد منين بتاخد من الفارينيجال برانشس بتاعت من بتاعت العصب ال 11 عندنا اللي هو الأكسيسورين نيرف يبقى احنا يا دكتور ال keluي بتاع العضلات دي كلها كل العضلة انترنسيك اكسترنسيك بتاخد من الهايبو جلوسال بس عندنا يا دكتور مين exception البالاتو جلوسال بتاخد بايه بتاخد بالاكسيسوري نيرو من الفارينجة البليكسوس بتاعته جميل يبقى احنا كده يا دكتور خلصنا العضلات عرفنا الوريجين والانسيرشن عرفنا الاكشن عرفنا الموتور سابلوية كده يعتبر خلصنا الاجزاء المهمة عندنا في الحصة فضل لنا بقى كلام كده بسيط وكلام سهل اللي هو الارتيريا السابلوية الفينسترينج والليمفاتيك والسنسوري سابلوية كلام كله هيخلص في خمس دقائق تعالوا يا دكتور نشوف البلات سابلوية عندنا بتاع الطنج ده يا دكتور ارتري موجود عندنا في الرقبة اللي هو مين؟ الاكسترنال كاروتيد ارتري الاكسترنال كاروتيد ارتري كده يا دكتور هو ماشي هيدينا برانش يروح يغزلنا الطنج البرانش ده يا دكتور اسمه اللينجوال ارتري يبقى انت عندك البلات سابلوية او الارتيريا اللي بقى سابلوية بتاع الطنج بيكون جاهل لنا منين؟ جاهل لنا من اللينجوال ارتري اللي هو برانش من الاكسترنال كاروتيد طيب يا دكتور الفينوس درينيش والله يا دكتور الفينوس درينيش بيتجمع في فين بالشكل ده كده اسمه يا دكتور اللينجوال فين بس الفرق يا دكتور ان اللينجوال فين ده هيروح يصب لنا في الانترنال جاجولار فين يبقى انت عندك يا دكتور اللينجوال ارتري طلق لنا من الاكسترنال كاروتيد طيب يا دكتور اللينجوال فين؟ لأ ده بيصب وبيانزز في من في الانترنال جاجولار فين؟ يبقى ده البلات سابلوية يبقى البلات سابلوية بسيط وكلمتين وما فيش اي حاجة طيب نيجي يا دكتور ليه اللينفاتيكس والله يا دكتور اللينفاتيكس عندنا بتتقسم عندنا يا دكتور التب بتاعت اللسان التب بتاعت اللسان يا دكتور والله كده بتبدأ تاخد من شوية لينفينوت تحت الدق بنسميهم ايه؟ بنسميهم السابمنتل لينفينوت طيب يا دكتور بقى الجناب بتاعت اللسان والله يا دكتور الجناب بتاعت اللسان بتبدأ بقى تصب بيونيلاترال كده يعني كل جنب يصب في الناحية بتاعته في شوية يبقى احنا عندنا هتصب يا دكتور كده يعني كل جنب هتصب في الناحية بتاعته. اللي هو اليمين يصب بناحية اليمين والشمال يصب بناحية الشمال. يوني لاترالي السايتز بقى هتصب في ايه? في شوية موجودة تحت الماندبل بنسميها ومع كده يا دكتور شوية كانت مميزة لو انت فاكركم كنا لو فاكر كده كنا خدناهم في سين نسلا مش فاكر خلاص اعرف لي اسمهم دلوقتي. اه وخلاص. اللي هما الجاجلو دايجاستريك ويه الجاجلو همو هيويد ليمفينوت. يبقى ده الايه الليمفاتيكس يبقى الليمفاتيكس يا روح اه دكتور اه بتروح عشان تصب في الصب منتال ليمفينوت انما يا دكتور بتصب في الصب مندبلر ويه الجاجلو دايجاستريك ويه الجاجلو ايه؟ اه مو هيويد. يبقى ده الليمفاتيك فاضل لنا نعرف ايه? السنسوري سبلاي. والله يا دكتور بقى السنسوري سبلاي بتاع التانج مميز حبتين. لي يا دكتور لان والله التانج مش شايل الحسيس اللي احنا عارفينها بس العادية دي. اللي هي بنسميها الجنرال سنسيشن، اللي هي التوتش، البين، التمبريتشار. دي بنسميها يا دكتور جينيرال سينسيشن. إنما يا دكتور اللي سانشального trein كمان سبيشال سينس. اللي هي يا دكتور ايه التست سينسيشن. اللي هي حسة التّزوق. فعشان كده يا دكتور الحصّة على سيونسوري سابلاي احنا هنتكلم في ايه في جزء ايه? والله يا دكتور هنتكلم عن الجينيرال سينسيشن وهنتكلم عن تست سينسيشن. فعشان كدهه هو مميز عن دين. ومش بس كده يا دكتور. لأ احنا اول حاجة اصيلا لما تكلمنا على الطنج اسمنا الحتتين anterior to third وبosterior one third. عشان كده برضو احنا بنتكلم عن السنسوري سابلاي هنتكلم عن ايه? هنتكلم عن anterior to third وهنتكلم عن posterior one third. وكمان يا دكتور هنتكلم على ال root او البosterior end بتاعة الطنج. ونبدأ نشوف كل جزء هياخد general sensation منين وتست sensation منين. فتعالا كده ابقى احنا اتفقنا هنتكلم عن general sensation. اللي هي زي ما اتفقنا بين temperature touch وتست sensation. اللي هي التزوق. طيب. تعالا نبدأ بالانتيريور two third. والله يا دكتور الانتيريور two third بيجيل جنرال sensation متشال على ايه? او بتتشال على lingual nerve. يبقى ده شايل ايه? شايل general sensation. طيب يا دكتور التست sensation. لا التست sensation متشال على نيرف مختلف. اللي هو يا دكتور الكوردة. ده يا دكتور لو فاكر كان برانش منين? كان برانش من الفشر العصب السابع. ده شايل لنا ايه? شايل لنا test sensation. وبالمناسبة برضه يا دكتور حتة هيستوليجي كده رغم. احنا اتفقنا الطنج بتاعنا بيبقى فيه بابللي. البابللي دي فيه منها تلات انواع بلليد. فانجي فورم وفلي هورم. المهم يعني عشان ما دخلكش التفاصيل الكلام ده تاخده في الاستوريجي بالتفصيل. الكوردة ما بيغزيش او ما بيشيلش السنسيشن من ايه? من الفليت بابللي. هنعرف كمان شوية بتتشال على ايه? يبقى انت عندك الكوردة مش شايل الفليت بابللي. جميل يبقى احنا عرفنا الانتيرو تو سيرد. واللهakan على الانجويل تاست على ايه? على الكوردة تم line. طيب نيجي بقى للبوستيرور وان سيرد. والله يا عام البوستيرو وان سيرد محترم. لي يا دكتور؟ لان الجنرال والتيست سنسيشن لاتنين متشالين على نفس النرو لله. فوالله يا دكتور؟ الجنرال والتيست لاتنين يا دكتور متشالين علي مين? متشالين على الغلوس و فارينجيل نيرو يبقى الجلوستو فارينجيل نيرو ده اللي شايل الجنرال والتست سينسشن من البوستيرو وزطان وده على فكرة البلون نسبة اللي بيبقى شايل كمان او بيغزي الفليت بابلي لان احنا قولنا الكور ده ما بيغزيهاش يبقى ده ده مسؤول ان هو شايل لنا الجنرال والتست سينسشن بتاعة البوستيرو طيب يا دكتور عندنا فضلنا بقى والله يا دكتور برضو بتاعها الحمد لله الاتنين برضو متشالين على نفس النيرف. النيرف ده يا دكتور اللي هو الانترنل. حتى فضيئة جدا نكتبسه. اللي هو يا دكتور من السوبيريور اللي هو من الفيجاس. يبقى تاني يا دكتور بتاع التانج عشان نخلص الموضوع ده. والله يا دكتور بنقسمه هو الوحيد اللي فيه اختلاف في الجنرال والتستسنسيشن عن بعض. الجنرال والله متشالين على الانترنل اللي هو برانش من السوبيريور اللي هو برانش من ايه من الفيجاس او العصب الحية اللي عندنا بتاع التانج وكده يا دكتور نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. بس كده لكاترة واشوفكم على خير ان شاء الله في الوديوان تلقائي.